أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بمتابعة توفر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية وأكد استمرار العمل على مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار وخلال اجتماع لمتابعة جهود توفر السلع وضبط الأسواق جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة بما يسهمه في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لفتا في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية هذا إلى جانب المنافذ المتحركة للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الاجتماع مع أصحاب المزارع المتوقفة عن الانتاج وبحث مشكلتهم والعمل على حلها بما يسهم في زيادة الانتاج وتوافر بيد المائدة في الأسواق ترجمة نانسي قنقر